أهلا بحضراتكم الجديد خلينا نروح لأرض الملعب مجمع دكتور حسن مصطفى عشان ننقل لحضراتكم آخر الاستعدادات للمباراة مع مرسلنا الأعزاء محمد توفيق ومنا المنيسي من أرض الملعب تفضل يا بحب واضح إن في مشكلة في الصوت هنرجع تاني لأرض الملعب طيب خلينا نرجع تاني لأرض الملعب وزملاء الأعزاء محمد توفيق ومنا المنيسي عشان ينقل لنا آخر الاستعدادات للمباراة النهاردة الأهلي والاتحاد اتفضل يا بحب سهر الخير كابتن هيسم تحطر حضارك وضيفة كرام في الستوديو كابتن مصر كابتن محمد السلعوي كابتن طهر رجب كابتن كريم ديف وكابتن إمام عبد البديع وطبعا برحب بالزميل العزيزة مننا المنيسي ألم بيك في الصوت الأفطال لأول مرة جولة جديدة من جولات سلود الأبطال كابتن هيسم ومباراة الأهلي والاتحاد في نهاية دور السوبر لكرة السل رجال والمباراة التالتة من سلسلة بيست أو فايف لنهاية الدوري مباراة الأوليتين الفريقين يمكن اقتصروا نتيجة المباراة في المباراة الأولى النادي الأهلي يمكن لم يحالفوا الحظ والاتحاد فات 86-77 وفي المباراة الثانية كان الفوز بحريف النادي الأهلي وقدر فوز بنتيجة 73-60 إن شاء الله كمان النادي الأهلي كامل النهاردة سلسلة انتصاراته وتكون المباراة التانية ليه بإذن الله مني عن النادي الأهلي استعد إزاي للمباراة خاصة لنفريفه معسكر طويل للفتح في المباراة مرحب بك في الأول يا محمد برحب طبعا بكابتن هيسم وبكل ضيوفك نجوم الستوديو التحليلي معاك في الستوديو وبكل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل مجمع صلاة دكتور حسن مصطفى والمباراة التالتة أو جيم نمبر ثري من نهائي دوري السوبر للمحترفين يعني إحنا موجودين طبعا بدأت عمليات الإحماء من ساعة ونص تقريبا بدأت فريق نادي الأهلي ينزل الملعب وبيقوم بعمليات الإحماء من ساعة ونص تقريبا قبل بدء المباراة ساعة سابعة تحديدا كان موجود الفريق بالكامل وبدأ عمليات الإحماء يعني يمكن الفريق استعد بشكل قوي جدا لمباراة اليوم خاصة إن هي تعتبر نهائي مبكر يعني طبعا في أول مباراة فاز النادي الاتحاد بعد الأكسترا تايم اللي كان موجود في المباراة بعدما مباراة متاهت من الأصل الكوارتر الرابع بـ 75-75 و70 الكوارت المباراة التانية أو جيم نومبر تول قدر يكسب النادي الأهلي بفرق سكور كبير وطبعا لو نتكلم عن نادي الاتحاد فريق محترم وفريق كبير دايما بنشوف الأهلي والاتحاد دايما هم الموجودين في أي فعين لأي بطولة من أول للموسم حتى تحديدا قدر النادي الأهلي إن هو يكسب فالنهاردة يعني مباراة اليوم بمسابة نهائي مبكر إن شاء الله تبقى من نصيب النادي الأهلي النهاردة توفيق ممكن أقول لك إنه النادي الأهلي كان مستمر في معسكره المغلق في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بجوار ملعب المباراة صالة دكتور حسن مصطفى مبارح التدريب كان على نفس الصالة الساعة 7 مساء والنهاردة كان فيه فيديو ميتنج أو محاضرة فيديو كانت النهاردة الساعة 2 الظهر علشان طبعا يراجع مستر أجيستي فوش المدير الفني الأسباني لفريق كل أخطاء الفريق ويعني دايما بنقول طبعا إنه يمكن مش بس بعد الخسارة بيكون فيه يعني كتير بيتكلم فيها الفريق لكمان التدعيم الفني والمعنوي كمان النفسي بعد المكسب بيكون أهم علشان يقدر الفريق يواصل انتصارات ويقدر يقوم بنفس المستوى مننا يمكن كمان كابتن هيسم نادي الاتحاد السكندري مستمر في معسكره هنا في القاهرة يمكن الفريق خاض حصة تدريبية وحيدة طبعا نظر ديك الوقت كانت في التساعة والنصف مساء الأمس هنا على نفس الصالة يمكن كمان عودة المحترف النهاردة كوري ويبستر لقائمة الاتحاد السكندري رجع على حساب أحمد الصباغ وكمان استمر مؤمن مبارك دوجا في قائمة الاتحاد السكندري واستمر غياب رامي إبراهيم يمكن النادي الاتحاد زي مقطع حضرها بيستعاد لكن النهاردة كمان بيستعيد المحترف بتاعه أعتقدت مباراة كبيرة النهاردة خاصة عن دي الفريق اللي هيفوز بالمباراة حتبقى مباراة تانية وأتقربه بشكل كبير جدا من الألقاء البطولة منا يمكن كان فيه إصابات عند النادي الأهلي يعني كلمينا بقى من رجع النهاردة ومين بدعم قائمة الفريق بالضبط كابتان هيسم يعني يمكن أحمد إسماعيل ما كانش موجود في مباراة المباراة التانية للنادي الأهلي ونادي الاتحاد لكنه النهاردة موجود عشان يدعم صفوف الفريق يعني دلوقتي هو جاهز تماما وكان كمان بيقوم بعمليات الإحماء مع الفريق من ساعة ونص من دلوقتي كمان عمر زهران وعبدالله ناصر كمان بقوا كويسين بشكل كافي وطمنا عليهم طبعا طبيب الفريق ان هما النهاردة كمان هيقدروا ان هما يكونوا موجودين الغياب الوحيد في مباراة اليوم هو بسم حمد أبو ناصر الجهاز الفني أو الجهاز الطبي طمنا عليه لكن الجهاز الفني فاضل ان هو ما يكونش موجود النهاردة في الموتش عشان بس يدي له راحة كافية بعد طبعا كان بيشتكي في شد في الدم بالتأكيد مننا اي غياب موجود النهاردة ان شاء الله اي 12 لعبة يكونوا موجودين في قائمة النادي الأهل ان شاء الله يكونوا مقدرين على تحقيق الفوز ويكون التوفيق معهم يطبقا نقول لها حالكة ابتنائية من حكام المباراة النهاردة لكن الحكم الاول هو السوليبيني بوريس كريتش والحكم التاني هو البولندي فيتشيكليسكا والحكم التالت المصري سامح استفانوس طبعا في بادرة طيبة من اتحاد الكرة السلة المصري دكتور مجدى مفريخة الاسر الاتحاد كان قرم بعد المباراة الثانية طاقم الحكام اللي حكم اول مباراةين البوسني ادماير زيروبويتش والسيربي ليكزاندر جليزيتش على حكم يعني تحكمهم اول مباراةين فيه سلسلة المباراة النهائية ان شاء الله نتمنى التوفيق لطاقم الحكام يقدم مباراة كبيرة توفيق لنادي الأهل وبالطبع تحقيق الفوز ان شاء الله دايما نبقى لنادي الأهل في المقدمة كلمة كابتنهايسة متفضل جميل العزاء محمد توفيق ومن المينيسي بشكركم شكرا جزيلا